السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذكم تقوطر الضلبال تحذير 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 باللغة العربية بمعنى اليوم وأنا جالس أخذت هاتف عندي قديم نوعا ما وحملته وأنا أرى رسالة من بنك بي بي في أو بي بي فيا بي بي فيا بي بي فيا نعم وأنا أرى رسالة هذه الرسالة ورسالة أخرى قلت يا إلهي لقد تم فتح حسابي في بي بي فيا التي لم يكنوا يريدون أن يفتحوا لبنك أولاين وهاتي بي بي فيا هي بنك مغربية لا عفوا البنك إسبانيا ونبي إسبانيا كنت أحاول عدة مرات أن أفتح معهم حساب لكن كل محاولة تبقوا بالفشل تبقوا بالفشل لا أعلم لماذا لكن نسيت الأمر لمدة شهر ونصف وأنا الرسالة قلت الحمد لله لقد تم فتح الحساب وأدخل أقوم بالدخول يوم ثمانية وعشرين على رسالة بيوم ثمانية وعشرين دخلت عليها فوجد ثلاثة أيام ماذا هنا يعني أنه ما دخل لي حسابي يوم ثمانية وعشرين وستة وجنة جنوني عبدالله من هو عبدالله هذا أنا اللي سيسمي عبدالله لكن الإسم العائلي ودخل هنا يوم خمسة عشر ثمانية وعشرين ستة ألف وعشرين ودخل لي حسابي فبدأت أذهب لأغير حسابي الباسورد لأغير الباسورد القصة معقدة جدا لتغيير الباسورد لكنني عندما بدأت بتغيير الباسورد وأدخل الباسورد الخاص بي لا يشتغل أدخل رقم بطاقة الوطنية لا يشتغل لكن قلت لي ماذا ماذا يحدث ماذا يحدث فإذا بيأتي لهذا المكان وأقوم بالبحث صراحة كنت مرتعب جدا لأنني ظننت أن هناك شخصا ما يقوم باستعمال فقمت بالبحث بهذه الطريقة وصودي امتواجدت أن هناك شخصا ما يقوم باستعمال حساب البنك لمدة طويلة جدا يا إلهي أنظر منذ 18 مارس يناير فبراير المارس منذ 18 شهر ثلاثة وهو تقريبا التاريخ الذي لانا شهر أربعة يعني قبل مدة قليلة من التاريخ الذي كنت أستعمل فدخلت على هذه المعلومات وهنا بدأت أجد معلومات الشخص الذي يستعمل حسابي وجدت رقمه الهاتفي ورقم بطاقته الوطنية وكل معلوماته عندي يا إلهي ماذا يحدث ماذا هناك ماذا هناك وجدت العديد من الإيميلات من البنك باسم ذلك الشخص وتأمينات وكذا والقس في بادي الأمر كان الأمر ظننت أنه تم شخص ما يستعمل حسابي أو بهذه الطريقة من البنك بطريقة غير قانونية لكن خاصة أن الاسم العائلي للشخص كان هو نفس اسم العائلي يعني اسمه العائلي ونفس اسم العائلي حتى يعني يعني قريب يعني بنت كتابة اسم العائلي لكن الاسم الشخص مختلف قليلا إذن ماذا يحدث ماذا يحدث فقمت باتصالي على ذلك الرقم أولا كنت أريد أن أسترجع كل المعلومات البنك بمعنى أن عندي الآن عندي رقم البطاقة الوطنية وعندي الإيميل طبعا وعندي كل شيء ستصل إليه كل المعلومات رقم الحساب رقم كل شيء عندي وعرت تسترجع لكن دعني دقيقة أتأكد من هذا الشخص ووجدت أن عنوانه في مكان في مدينة أخرى بإسبانيا ويبدو على أنه مغربي أو جزائري لأن الاسم العائلي عندنا يعني اسمنا العائلي هو مغربي جزائري إذن قلت سأتصل على الشخص ستصلت عليه سلام أخوي عبدالله كيف الحال قال لي نعم تمام كذا كذا إذن ما قصة عبدالله حبدالله كما ظننت ظننت أنه لربما شخص ما بالصدفة أدخل إيميلي بالغلط تم إدخاله بدل إيميلي لغلط لخطأ لكن الأمر كان مستبعد جدا أن نكون نحن في إسبانيا وأن يخطئوا بنفس بالإيميل يدخله بنك بانك بإسبانيا ويدخله إيميل بالخطأ يعني إذا كان البنك بالجزائر بالمغرب بليبيا بتونس نقول مقبولة لكن أن يكون بنك إسبانيا والشخص موجود بإسبانيا ويخطئون في إيميلي هذه فرصة غريبة جدا يعني يمكن أن يخطئوا مثلا في بنك في المغرب لأنه موجود كثير من نفس اسم العائلة لكن بإسبانيا هنا موجود خوسي ومانويل وراول وهذه الأسماء اتصلت عليه وكنت أظن أنه فقط تم الخلط بين الإيميلي قلت له عبدالله عندك حساب مع شرق مع بنكة بيبي فيا قال لي نعم قلت له أظن أن هناك خطأ ويجب عليك الذهاب للبنك لطلب استبدال الإيميلي قال لي كيف قلت له أن كل معلوماتك تأتي للإيميل وعندي يمكنني التحكم بحسابك والدخول والتشييك على كل شيء واسترجع كالبات المرور ولأن عندي طبعا كل معلوماتي في بوريسة الشحن بوريسة تأمين موجود فيها جميع معلوماتي عنوان وتاريخ رقم البطاقة الوطنية لأن هنا لأبنك لا يحتاجون معلومات ولا بين ولا أي شيء نعمل هنا بإسبانيا فقط بالرقم الهوية رقم إذا أردت مثلا نشوف استرجاع رقم فقط تحتاج البطاقة الوطنية الإسبانية تدخلها هنا والأمور سهلة يعني ليست بصعبة لكن لهذا يعني نحن لا نستعمل ولا رقم نستعمل هذه المعلومات فالشاب مسكين بدأ يرتج في مكانه هو رجل يعني في مقتبل العمر كبير أكبر مني بدأ يرجع في مكانه قال لي صحيح نعم لهذا كنت أطلب من شركة تأمين الآن لعدة أيام أن يرسلوا لي تأمين السيارة لم يرسلوه لي قلت له يا سيدي عبد الله كل تأمينك عندي انظر انظر هنا كل الأمور أرسلتها له هنا قلت لا تفضل هذا تأمين الشحن هذا كذا هذا كذا وحتى يعني رصيده عرفت كم عنده من الرصيد مبلغ لا بأس به المهم فاتصلت عليه الشاب كان مصدوم جدا الرجل صدم ولا يعلم بدأ يشكر قال لي أخي مالك شكرا جزاك الله الفخير الحمد لله أنها جاءت بين يدك أنت ولم تأتي بين يدي شخص آخر هل تعلمون ما الفرق أين أخطأوا له بالكتاب الأمر بسيط جدا مثلا اسمهم عبد الله كوهين مثلا هم عوض مع عبد الله كوهين arobas hotmail.com dot com مثلا قاموا بوضع مثلا نحن نعطي مثال قاموا بوضع تلك الإشارة هذا العالم عوض ما أن يكون على الصدر وضعه فوق فأصبح إيميل عندنا إيميل متطابق فقط الفرق هو في تلك العلامة البسيطة جدا المهم لهذا دائما حاول أن تراجع أمورك وتعلم أن الأبناك أن الأبناك يعني هناك استهتار في الأبناك ورزقك ليس معك خطأ بسيط من بنك يجعلك تفقد كل أموالك وماذا سيقول لك البنك هل تعلم هل تعلم ماذا سيقول لا سيقول له هاكر لقد تم اختراقك لقد اخترق هاكر هل أن يتحمل البنك مسؤوليته في حين أن موظف البنك هو الذي أخطأ عوض ما أن يكتب الشرطة أو على السطر كتب الشرطة أو تلك الإشارة فوق السطر وهذه قصة انظر لخطأ بسيط جدا المشكلة أنني يمكن نتحويل جميع أمواله هنا بإسباني يمكن نتحويل الأموال فقط تضع تطبيق البنك وتدخل إليه المعلومات هي البطاقة الوطنية والباسورد إذا ضع منك الباسورد تدخل البطاقة الوطنية ومعلوماتك تاريخ الازدياد وكذا ثم يطلب منك الرقم الحساب البنكي طبعا يتأكد أن رقم الحساب البنكي كذلك موجود عندي في الإيميل وأمور بسيطة جدا وثم يمكنك إعادة تعيين كلمة سر من السفر وخصوصا أن الإيميل الموجود عند البنك هو إيميلي أنا لهذا البنك دائما لا يتحمل مسؤوليته تجاه الناس ولو يكون مخطئ لهذا احدر والسلام وعليكم ورحمة الله شكرا